اشتركوا في القناة بعد تغلبوا بالنهائي على الإسبان نيكولاس ألماجرو قدم اللعبين مباراة قوية بمدينة زايد بالعاصمة أبو دبي وسط حضور جماهير كبير قبل ما يفوز جوكوفيتش بمجموعتين مقبل مجموعة واحدة ستة سبعة ستة ثلاثة وستة أربعة إشارة أن بطولة الدوحة بتنطلق اليوم وبتستمر حتى خمس الشهر القادم بغياب اللاعب الصربي عن المنفسات منتقري لأخبار كرة القدم والمرحلة العشرين من الدورة الإنجليزية حيث بقي فرق النقاط السبعة يلي بيفصل المتصدر مان يونيتد عن جاره مانشستر سيتي على حاله وهالشي بعد ما حسم مبارح مان يونيتد مواجهته مع ضيفه وست برومويج 2-0 بينما استعاد مانشستر سيتي توازنه بفوز صعب على مضيفه نورويج سيتي 4-3 رغم النقص العدد بصفوفه من ديئة 44 من جهة تاني حقق أرسنل النتيجة الأبرز باكتساحه نيوكاسل 7-3 بوقت سقط أستن فيلا على أرضه أمام ويجن 3-0 بعدنا بأخبار كرة القدم وأكد مدرب باريسان جرمان كارلو أنجيلوتي أنه فريقه ما رح يضم أي لعب إضافة غير البرازيلي لوكاس مورا بفترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح بأول الشهر القادم وتحدث المدرب الإيطالي خلال معسكر بي أس جي بالدوحة عن مورا البلغ عشرين سنة من العمر وقال أنه بيتوقع منه الكتير فريق العاصمة اللي عم يتصدر ترتيب الدور الفرنسي بفرق الأهديف فقط عن ليون ومرساي عم يسعى للفوز بلقبه الثالث بعد الأخير عام 96 خاصة بعد الدعم القطري الكبير اللي عم يتلقيه بإخر سنتين وكان إخيرات تعاقد مع البرازيل الدولي من ندي ساو باولو لا ينضم لمجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وثناء الأرجنتيني العفاتزي وباستوري وغيرهم من النجوم ذكرت صحيفة لوكاب الفرنسية أن مفاوضات انتقال نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد باكهم إلى موناكو الفرنسي توقفت بسبب عدم الاتفاق على التفاصيل المادية وقالت الصحيفة أنه إيمي تعاقد باكهم يلي أنها من فترة أصيرة مشواره مع فريق لوس أنجلس جالكسي الأمريكي عالية جدا مما أدى إلى توقف المفاوضات بين النادي ووكيل أعمال اللاعب إشارة أنه بيطمح موناكو يلي بتشير التوقعات أنه على أبواب العودة إلى دور الدرجة الأولى الفرنسي إلى تدعيم صفوفه بأسماء كبيرة إدرا على تقديم المزيد للفريق من جهة تانية وضع المهاجم الكولومبي لنادي أتليتيكو مادريد راداميل فالكاو حد لكل الإشاعات اللي عم تحوم حول مستقبله الكراوي لما أكد عزمه على مواصلة المشوار مع فريق المدرب دياغو سيميوني وقال فالكاو أنه رح ينهي الموسم الحالي بصفوف أتليتيكو مادريد وما رح يترك الأخير خير الفترة الانتقالات الشتوية كما أضاف أنه فخور جدا كونه عم يستقطي باهتمام عدة أندية كبرى إشارة نسجل فالكاو 20 هدف ب17 مباراة خادم عنادي العاصمة الإسبانية وهو يعاد من أكثر اللاعبين المطلوبين حاليا من قبل الأندي الأوروبية الكبرى بالنبي اي حلقوا لهما سيتي ثاندر ديف على فريق هيوستن روكيتس وتقلق عن أصحاب الأرض جيمز هاردن مع 25 نقطة وماركس موريس مع 24 في حينما نجح نجم هيوستن جيريمي لين اللي بتسجيل 700 لفريقه أما من جهية الضيوف فتقلق مثل العادة الثنائي روسل ويستبروك مع 28 نقطة وزميله كافين ديرانت مع 26 ليقودوا من خلاله فريق أوكلهوما إلى فوز كبير بواقع 124-94 إشارة أنه بيبتعد أوكلهوما متصدر مجموعة الشمال الغربي مع 23 فوز وست هزيم بفريق شيسي عن أقرب منفسينه دينفر نوغيتس وبيحتل تاني أفضل رصيد بالدورة حاليا خلف لوس أنجلس كليبرز إشارة أنه بأبرز بيء المباريات يلي اللعب تمبارح كان الفوز لبروكلين ناتس شيكاغو بولز ممفس غيرزليز وبورتلاند تريل بيزرز هيدو اللي كانوا أبرز أخبارنا الرياضية لهلأ شانتال والجسي برجع لكم شكرا صندرين شكرا صندرين شكرا